السلام عليكم و أهلا بكم في فيديو جديد نجيب ساويرس عامل خناقة و ضرب نار مع الأذرع الإعلامية أو زي ما تعودتم الحظيرة بتاعة مدينة الإنتاج الإعلامي إيه اللي حصل؟ نجيب بيكتب على تويتر عنده واحد من المتابعين بيحط له صورة فيها ناس بتطبل ووشوش عمر أديب، أحمد موسى، تامر أمين، محمد الباز، مصطفى بكري مجموعة من الناس فنجيب عمل إعادة تغريد وسأل يا ترى مين اللي ناقص؟ أو فيه واحد ناقص ناقص كده فيظهر موضوع أنه واحد ناقص ده وموضوع الطابلة يعني زعل ناس كتير، تعب ناس كتير قومهم من الكراسي اللي عادين عليها كان أول الناس اللي تفاعلت الحقيقة وده بالنسبة لي كان مفاجأة لأنه راجل متزن جدا المفروض في انفعالاته وعارف وبيعمل إيه كويس ومسهل أبدا أن عمر أديب يتم استفزازه يعني وهو اللي يدخل يرد كده في العالم لكن عمر رد، عمر رد رد غريب قوي قال له نجيب إحنا التطبيل بتاعنا بيجيب أصوات إنما أنت التطبيل بتاعك بيجيب عمرات وأبراج ودولارات ويا خسارة ويا عجبي يعني كوكتيل كده تركي ألشيخ مع عمر أديب يتضربوا في تويتر واحدة وأما طلع لنا لإيه؟ الحاجة الغريبة كده فأول مقارئة التغريدة بتاعت عمر الحقيقة أنا كتبت رد على تويتر طبعا اللي هو يعني اتنين واحد بيعرض ومبسوط إنه بيعرض ومنباهر بنفسه قوي وبيبرر لنفسه وإنتوا أصلاً الاتنين سرقين واكلين أيمين معرضين مع بعض يعني فأجماعة صلوا على النبي واستاهدوا بالله لكن أنا افتكرت المشهد بتاع محمد سعد في اللي بالي بالك لما كان مع حسن حسني وبيقول له فاندم الاتنين دول هيتحاكموا عشان حاولوا يهربوا قال له أنت بتعقبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشله هو أستاذ عمر انت زعلان عشان نجيب قال عليكو بتطبله ولا عشان هو لما طبل جاب أبراج وإنت لما أخذة طلعت صوت ما هو حد فاهمنا يا جماعة يعني المشكلة عمر في التطبيل المشكلة أنه قال عليكو نقصين المشكلة أنه قال عليكو بتطبله ولا المشكلة في المرضود بتاع الطبلة مختلف من واحد للتاني فسوير اسم قامه كبير شوية تخذ أبراج ودولارات وإنت مقامك ان تركي اداك بالقافة وأعادك في مصر ده سؤال مهم الحقيقة يا جماعة بس عشان نعرف نتعاطف مع مين ضد مين عارف أنت المواطن المصري بيحب الخناءات دي قوي فنبقى حنا فاهمين فاهمين أنتو بتخلقوا عليها يا جماعة يا الخناء على إيه أنتو عصابة مع بعض أنتو مع بعض مبلاش نقولها في الفيديو كمان طيب المشكلة إيه عمر المشكلة في التورطة المشكلة اللي أنت ما خدتش اللي أنت عايزه خدتش كفاية فأنت زعالي نجيب خد وإنت ما خدتش طب ما عليش يا نجيب الدين يعني ما هو كان مشغالك عنده يا عمر أنت مش كنت شغالة قبل كده في أون باي وهون دي كان بتاعته ولا كان أبو هشيمة ولا إيه يعني يعني أنتو وكلين شاربين مع بعض يا جماعة هي لقمة واحدة أنتو بتقسموها يعني ونظام واحد أنتو معايا والكلام ده كله فالنقطة الحقيقة الأولانية خالص هو الخناء على إيه عمر أنت اللي مزعالك الطابلة لا واضح أنك مزعالة من الطابلة واضح أنك اعترفت أنك بتطبل عادي جدا إحنا تطبلنا يا نجيب بيجيب أصوات معرفش بيجيب أصوات يعني إيه وبيجيبها من إيه ما فهمتهاش أو عمر دي لكن أنت تطبيلك بيجيب أبراج وبيجيب دولارات يا مفتار يا ظالم دينا لقمة يا أخي عارف عمر قديب عايش بسياسة إيه خدوني معاكو يعني أخوكو الصغير يا نجيب هتطلع أبراج اديني بورجيه توركي هتعمل قناة وبرنامج في أم بيسي مصر خدوني معاكو فهي سياسة عمر خدوني معاكو فعمري يظهر ما استحملش أن نجيب يقول الكلام ده فقام مل أسواعة واحدة على الأبراج والكلام ده طيب نروح بقى ليه الناس التانية بقى أرجازم الوطنية بقى والحزق بتاع الأستاذ مصطفى باكري مصطفى باكري طبعا تاني واحد اقتحم القصة على طول وقام داخل على نجيب سويرس دخلت أيها الخائن العميل فاكر أنت الصفارة في الأمارة شريف خيري رمز الصمود وبعدين شريف خيري خائن عميل فهو مصطفى باكري دخل دخلت أن سويرس من نهب فلوس البلد وصرق وخرج واتهم الجيش وطعننا في الظهر نجيب سويرس في كل سوقات العالم خلاص بقى هو قائر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين العدو الأكبر لعبد الفتاح السيسي خلاص مصطفى باكري بيتعامل مع نجيب سويرس الحقيقة تويتا فيها كم اتهامات مش طبقية يعني لازم يسقطوا الجنسية عن نجيب ويحاكموه بس هم مش بيحاكموه لأسباب يمكن أتكلم عنها بعد شوية نجيب سويرس مش بيتحاكم نجيب سويرس بيطلقوا عليه كلاب الحراسة بيطلقوا عليه الحضيرة في الانتاج الإعلامي انهاشوا في لحم نجيب شوية اهجموا على نجيب شوية هتوا في نجيب شوية إنما نجيب بيتحاكم لا نجيب ما بيتحاكمش أولا لأن ده نظام فقير شوية محتاج فلوس ونجيب مصدر فلوس كويس فمهما اختلفنا معاه ممكن نبتزه في لحظة أو نضغط عليه أو يعني نرضيه أو نتوددله في وسائل كتير جدا بس المهم نجيب يدفع لنا فلو نجيب سويرس دفع النهاردة 500 مليون في صندوق الأذرع الإعلامية في صندوق طحية مصر في أي صندوق من السنة دي اللي محدش عارفه غير السيسي فهيتحول نجيب سويرس عباس كامل من فوق هيزبط الموجة اقلب يا ابني بدل نجيب سويرس خاين عميل نجيب سويرس رمز الصمود ادعمه نجيب سويرس الرجل الوطني رجل الأعمال الوطني اللي قلبه على مصر فدخل مصطفى بكر دخلت الخيانة والعمالة طبعا عادي ده متوقع وبعدين بدأ أحمد موسى كمان نزل على الفيسبوك عيب يا نجيب عيب يا نجيب عيب يا نجيب دي مصر يا نجيب دي بلدنا يا نجيب يا نجيب يا نجيب كم يا نجيب في البوست بتاع احمد موسى صعب شوية وبعدين برضو يا نجيب يعني يا دي اللي تقدب وده ما يصحشوا بلدنا ووطننا واحنا بتوع الوطن وانت ازاي تقول على ولاد بلدك كده والكلام دي كل في وسط كل دول الحقيقة في وسط كل الزعيق والبعدلة اللي حصلة صايب علي يا واحد انا اعتقد ان نجيب سويرس كان قصده بانه فيه واحد ناقص في الصورة ناقص تمشي على حاجتين ناقص انه هو ناقص مفقود يعني في الصورة وناقص اللي هي ناقص انه هو عنده مشكلة يعني لانه الراجل ده الوحيد اللي خد كلمة ناقص واضح انها لمست في وطر حساس شوية الشخص ده اسمه ناشأت كويس بطلخبط في اللقب بتاعه دايما فناشأت دخل على تويتر حبيبي عنده باين 500 واحد بيتابعوه مما يعرفش استخدم تويتر لان ابراهيم بعافية شوية فدخل ناشأت على التويتر وقال له اكيد يا نجيب انت اللي ناقص فردهانه فحين كل الناس في تويتر ثابت نجيب وثابت عمر وقعدت تضحك على ناشأت كله الحقيقة راح لناشأت يضحك عليه لان انت يا ابني انت جاي مع مين انت لا ما لعبك ولا شكلك ولا مساحتك ولا كلام اصلا ولا اي حاجة انت تطلع على الهوى النهاردة بالليل ولا بكرة تتكلم على المؤخرات والرحم الموبوء في النطفة المحرمة الكلمتين اللي انت حافظهم ومراجعهم مع ابراهيم اكتر من كده هتروح لمساحة تويتر هتبقى مزخة الناس بتريع عليك جدا يعني كويس وناس حطتك في الصورة على فكرة عشان ما تزعلش فماهمكش ناشأت في ناس خدت صورتك وركبتها في الصورة بتاعة الطابلة وقالت لنجيبة هو ده اللي نقص وانت فهمها بقى زي ما انت عايز طيب اللي هيحصل ايه النهاردة او بكرة اللي هيحصل ان فيه هجمة عنيفة جدا هتحصل ضد نجيب ساويرس الناس دول كلهم هيكتمعوا في البرامج بتاعتهم ومش هيبقى لهم سيرة غير نجيب ساويرس قال نجيب ساويرس عمل هيبدأوا يتكلموا على ممتلكات نجيب ساويرس على فلوس نجيب ساويرس على استثمارات ساويرس على الراجل اللي نصح الناس ان هم ما يستثمروا في الدهب في عز ما كان عندنا ازم الدولار الراجل اللي خد فلوسه كلها برا في عز ما كان عندنا مش عارف ايه ساويرس الخاين العميل اللي بيعمل وبيسوي ده في مرة عمل لايك لمين اللي كان ابن عم خالت اللي جابته معدي جنب بيت واحد كان جده السابع بينتمي للاخوان يبقى نجيب ساويرس خاين يا جماعة يبقى احنا الحمد لله اسبتنا عليه التهم ليه هو ده السؤال بقى ليه بيحصل كده مع نجيب ساويرس التحليل الاقرب يعني ليه الحقيقة ان نجيب الصورة اللي عملها دي هي خطوة استباقية في حالة سعار في البلد على الفلوس اي حد معه فلوس اي سكة يجيب فلوس فالبلد مسعورة استيسي مسعور طالق الاعلاميين بتوعه طالق حضيرة الانتاج الاعلامي كلها رجلين الفراخ حلوة اهجم على رجلين الفراخ مش عارف جلد مش عارف ايه حلو واهجم على جلد الايه البنك يرفع الفايدة احسن قرار الدولار مش عارف نعمل فيه كزا عوة من جنيه كل روح له عوة من جنيه في حالة سعار المصريين في الخارج نعملون مبادرات احسن مبادرة في العالم في حالة سعار على الفلوس على الدولار طيب نجيب ساويرس هل هو حد بسيط لا نجيب الحقيقيقة انه راجل افندي مع فلوس مع مليارات راجل من اغنى اغنياء العالم من اثرياء العرب عنده استثمارات بمليارات في كل حتة في الدنيا منها بمصر ومنها بقرأ وبالتالي نجيب ساويرس صيدة كويسة فالهجمة الجاية كانت هتحصل السعار الجاي من الفلوس كان على نجيب واللي زي نجيب واللي معاهم مليارات انت معاك فلوس ما بتدينيش ليه انت ما بتدفع ليش ليه انا مزنوق في فلوس دلوقتي انا مزنوق في قرشين عندي سداد وعندي التزامات قرد سدوء النقد خد تلتمية سبعة وربعين وكان مفوضة تفعل تلتمية وطمانتاشر كل اللي نبته تسعة وعشرين مليون الحقني يا نجيب اهجم يا نجيب امسك في نجيب فنجيب قالك لا انا هتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بي وهم رزيعهم التغريدة دي ونائل الخناءة مع الاعلاميين بدل ما كده كده هيهجموا علي وكده كده هيتهموني بالخيانة وكده كده هيتغطوا علي في الفلوس فانا اروح لمساحة تانية خالص ان انا اضرب في الصغير يمكن الكبير يعني يكش او يبعد عني او حاجة فربما نجيب ساويرس خد خطوة استباقية انه مش عايز اللزام يبتزه مرة تانية وياخد منه فلوس مرة تانية وانا بقولك لو نجيب النهاردة دفع 500 مليون دفع مليار دفع اي حاجة في اي صندوق بكرة هيتطلع يقوله نجيب ساويرس اعظم رجل اعمال في تاريخ مصر ويمكن استيسي يعمل له تمثال على مدخل العصمة الادارية الجديدة طيب النقطة اللي كنت بتكلم فيها في الاول ليه نجيب لا يمس وانا لا اتمنى انه يمس يعني او اي اي انسان يتضر يعني لكن ليه نجيب ساويرس النظام ما بيعرفش يقرب له قوي غير انه يطلع عليه كلاب الحرقص غير انه يطلع عليه تلاتة اربعة مالهمش قيمة يشتموه يهجموه يخونوه وحد يدخله على تويتر يقول له الابراج ومش الابراج ليه اولا نجيب راجل مالتي ناشنال نجيب مش مواطن مصري عادي نجيب ساويرس مؤسسة امبراطورية اقتصادية دولية واقليمية ليه استثمارات في كل حتة ولا اكتر من كده ان نجيب مأمن نفسه في كذا مكان يمكن يكون موضوع الدهب واستثمارات نجيب في الدهب عامل ازمة مع النظام دي ازمة متجددة كل شوية بيحصل استثمارات نجيب في استكشاف الدهب كلامه عن الاستثمار في الدهب عن الدخار في الدهب ده قطاع عامل مشكلة بينه وبين نظام عبد الفتاح السيسي القطاع الثاني اللي عامل مشكلة او اللي نجيب مأمن نفسه من ناحية النظام به هو الشركات اللي عاملها مع شركات اماراتية تابعة مباشرة لامبراطورية محمد بن زايد وطحنو بن زايد شركات استثمارات بتيجي شركة اماراتية تستحوض على جزء كبير من شركة عند نجيب او كده فبيصبح انا والامارات حاجة واحدة فهتقرب مني انت بتقرب من الامارات والسيسي لا يجرؤ انه يقرب من شركات الامارات الجزء الاخر النجيب برة في الغرب لا راجل ليه ثقل الراجل كان عنده مالك لأورو نيوز قبل ما يباعها السنة اللي فاتت عنده علاقات ممتدة في الاتحاد الاوروبي ضيف دائم على قنوات اللي هي المينيستريم ميديا في الغرب اخر حاجة كان عامل لقاء مع فرانس 24 من كذا شهر وحاطت على الجيش وعلى اقتصاد الجيش وانا مش بادخل منافسة فيها الجيش المصري وانه لازم يخرج من اقتصاد والكلام ده كله الى جانب انه كان ليه اصلا مشروعات اوراسكوم عاملة مشروعات مع البنتجون من سنين طويلة مهبة طائرات وكلام زي كده فالراجل عبارة عن مؤسسة كبيرة جدا اقتصادية السيسي لو قرب منها بغشومية زي ما عمل مع صفوان ثابت مثلا زي ما عمل مع ناس تانية لا السيسي هتعور ويتعور جامد فنجيب ساويرس لا يمس من ناحية بقه هاتو حكمه واسجينه مش عارف ايه لكن ممكن يمس ان احنا نطلق عليك لا بالحراسة اوي اوي هتتفرجوا الكم ساعة الجاية والايام الجاية على الهجمة اللي ضد نجيب ساويرس خلاصة الاول الحقيقة انه مجموعة الاعلاميين او الاذرع اللي موجودة داخل مدينة الانتاج الاعلامي اتواجع اوي من قصة التطويل بتاعة نجيب ساويرس وانه فيهم حد اه ناقص فطلعوا بكل يعني سازاجة وغباء وغشمية فضحنا في صد احنا بنطبل بس انت بتاخد اكتر مننا احنا بنطبل بس ما فيش حد فينا ناقص انت اللي ناقص وبعدين علوا البيك بتاعهم اوي لقصة انت خاين وانت اه عميل الحقيقة انه هما عصابة على بعضهم زي ما قلت هما سرقين واكلين نايمين معرضين مع بعض فاجما هستهدوا بالله كده وبوصوا بعض وحضون بعض عشان العملية مش مستحنة السلام عليكم